والآن وبعد أن انتهينا من التعريف العام للمشتقة نبدأ بقواعد الاشتقاق وأول قاعدة للاشتقاق هي إذا كان قاف السين تساوي ألف حيث ألف هو عبارة عن عدد ينتمي إلى ح أي عبارة عن ثابت فإن مشتقة هذا الاختران قاف فتح السين تساوي صفر أي إذا كان عندنا قاف السين تساوي أربعة فمشتقة هذا الاختران قاف فتح السين تساوي صفر هذه هي القاعدة الأولى إذا انتقلنا إلى القاعدة الثانية إذا كان قاف السين تساوي ألف سين اختران ثابت فإن قاف فتح السين آسف اختران خطي فإن قاف فتح السين هي عبارة عن معامل سين أي إذا كان عندنا قاف السين تساوي ثلاث سين فإن قاف فتح للسين تساوي معامل سين وهو ثلاث أما القاعدة الأساسية هي في التفاضل وقاعدة اشتقاء إذا كان قاف السين تساوي ألف سين قو نون حيث نون هي عبارة عن عدد صحيح أو عدد ينتمي إلى ح نون تنتمي إلى ح فإن قاف فتح للسين تساوي نون ضرب ألف في سين قو نون ناقص واحد أي نطرح من الأس واحد والآن ننتقل إلى بعض الأمثلة على هذه القواعد المثال الأول أوجد قاف فتح السين لكل مما يلي واحد قاف السين تساوي ستة ستة هي عدد ثابت فإن قاف فتح للسين تساوي صفر قاف السين تساوي سالب أربعة أيضا عدد ثابت فقاف فتح للسين تساوي صفر قاف السين تساوي خمسة على ثلاث عدد كسري أيضا ثابت قاف فتح للسين تساوي صفر قاف السين تساوي خمس سين هنا قاف فتح للسين تساوي معامل سين خمسة قاف فتح للسين إذا كانت قاف فتح للسين تساوي سالب أربعة سين فإن قاف فتح للسين تساوي سالب أربعة مزيد من الأمثلة أوجد قاف فتح للسين لكل مما يلي قاف فتح للسين تساوي سبعة سين على ثلاث فإن قاف فتح للسين تساوي معامل سين وهو سبعة على ثلاث أما إذا كانت قاف السين تساوي سين فإن قاف فتح للسين لاحظ أن هنا معامل سين لا يكتب ولكن هو واحد الآن عند وجود قاف السين على شكل سين قونون تصبح الآن قاف فتح للسين تساوي إذا كان قاف السين تساوي سين تكعيد الثلاث تنزل مضروبة في معامل سين واحد أي إذا تبقى ثلاث سين نطرح من الأس واحد ثلاثة ناقص واحد ثنين هنا أيضا قاف فتح للسين تساوي خمسة ضرب اثنين عشرة سين قوة واحد هنا أيضا لاحظ قاف فتح للسين تساوي لاحظ أن الأس سالب هنا فتصبح سين قوة سالب ثلاث سالب اثنين ناقص واحد تساوي سالب ثلاث للمزيد من الأمثلة أيضا قاف السين تساوي سين قوة سالب خمسة أي قاف فتح للسين تساوي سالب خمسة في سين قوة سالب ستة لاحظ سالب خمسة ناقص واحد سالب ستة قاف السين تساوي سين قوة أربعة على ثلاث قاف فتح السين تساوي أربعة على ثلاث في سين لاحظ نريد أن نطرح أربعة على ثلاث ناقص واحد لطرح نثبت المقام ونطرح أربعة ناقص ثلاث ويساوي واحد بنفس الطريقة المثال الآخر قاف السين تساوي خمسة سين قوة خمسة على ثلاث فقاف فتح للسين تساوي خمسة مضروبي بخمسة على ثلاث السين نثبت المقام ثلاث خمسة على ثلاث ناقص واحد نطرح الآن خمسة ناقص ثلاث الآن عند وجود جذور لا يجوز الاشتقاق أولا نجهز لا يجوز الاشتقاق في حالة وجود الجذور نجهز الاقتران أي يصبح قاف السين لن نشتق قاف السين وليست قاف فتحة تساوي سين واحد على ثلاث سين قوة واحد على ثلاث الداخل على الخارج فيصبح الآن قاف فتح السين الآن نشتق تساوي واحد على ثلاث سين نثبت المقام ثلاث واحد ناقص ثلاث سالب اثنين موسيقى